هذه أبرز العناوين رئيس الزمالك المصري يفاجئ بعثة فريق نهتة بركان بهذا التصريح غير متوقع قبل المواجهة في الإياب في القاهرة مصر نادي كبير يقدم عرض للتعاقد مع مدرب المنتخب المغربي وليد الرجراجية والأخير يحسمها بهذا القرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحسم عن موعد ومكان مباراة المنتخب الوطني المغربي مع كل من منتخب زنبيا ومنتخب الكونغو في تصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الصحف الإسبانية تشيد بموهبز المنتخب الوطني المغربي إبراهيم دياز وهذا ما قالته عنها رحب حسين لبيب رئيس الزمالك المصري بالجماهير المغربية في اللقاء العودة من نهائي كأس الكونفيدرالي الإفريقية بين فريقه وناطج بركان وانتهى الفصل الأول بانتصار ناطج بركان بهدفين مقابل هدف ليتأجر الحسن بين الطرفين إلى اللقاء العودة في القاهرة وقال لبيب في تصريحات إعلامية ننتظر أهلنا من المغرب وتشرفنا بالحضور في القاهرة وأن تكون الأجواء مثالية مثل هنا فلقد كانت تبضية فرائعة وواصل مرحبا بالجمهور المغربي مرحبا بهم في بلدهم التاني والنصر سيكون حليف من سيكون حضه كبير واختتم رئيس فريق الزمالك المصرية المباراة كانت صعبة نهضت بركان لعب جيدا ولم نكن في المستوى في الشوط الأول ولكن تمكنوا من العودة في الفصل الثاني هذا وسيخوض ممتل الكرة الوطنية الفصل الثاني من المواجهة في القاهرة يوم الأحدى المقبلة على الساعة السادسة بتوقيت غرينيتشا على أرضية الملعب القاهرة الدولية كسف موقع وينوين أن أحد الأندية الدور السعودي الكبيرة حاول جس النبض مع مدرب المنتخب المغربي في جولته الأخيرة بسعودية حيث واشرت المصادر إلى أن وليد الرجراجي تلقى اتصالات من نادي سعودي كبير حاول الاستفسار عن وضعيته وإمكانيته للتعاقد معه بداية من الموسم القادم وأوضحت ذات المصادر أن مدرب المنتخب المغربي رفض التجاوب مع النادي الذي حاول التواصل معه مشيدا على احترامه لعقده مع اتحاد الكورن المغربي وأنه في مهمة طينية تمنعه من التجاوب مع العرود ويراهن وليد الرجراجي على النسخة القادمة من نهائية كأس أمم إفريقيا بالمغرب إذ يستهدف التتويج باللقب وفي حال فشل في ذلك فسيرحل عن المنتخب المغربي وإذ نجح فسيستمر بقيادة الأصود في المحفل العالمي لكأس العالم الذي سيكون في سنة 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا أفادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم أمس الاثنين بأن المنتخب المغربي الأول سيواجه منتخب زنبيا يوم السابع يونيو المقبل والكنغو يوم الحادي عشر من شهر ذاتها برسم الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 لحساب المجموعة الخامسة وأوضحت الجامعة في بلاغها نشرته على المواقع الإلكترونية أن مباريات المنتخب الوطني المغربي لدى نظيره الزنبي ستجرى بملعب الكبير بمدينة أجدير على الساعة الثامنة مساء فيما ستجرى مباراة ضد الكنغو على الساعة الخامسة عصرا بملعب الشهداء بمدينة كينشاسا وكان المنتخب المغربي تغلب في الواحد ونعشون نظمبر الماضي على مضيفه التنزاني بهدفين دون رد في مباراة الوحيدة التي خضتها النخبة الوطنية في هذه الإقصائية لإفريقية المؤهلة لكأس العالم ويحتل المغرب المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد ثلاثة نقاط إلى جانب كل من زنبيا والنيجر وتنزانيا فيما تحتل الكنغو المركز الخامس من دون نقطة وتنطلق نهائية كأس العالم الفين وستة وعشرون التي ستجرى أطوارها مناصفة ما بين ملاحب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يوم الحادي عشر على الملعب أزيتيك المكسيك على أن تختتم في التاسع يوليوز بنيويورك على ملعب ميتلايف أثناء الإعلام الإسباني على أداء الدولي المغربي إبراهيم دياز هذا الموسم رفقة فريق ريال مضري لكرة القدم بعد التتويج بلاليك وأوضحت صحيفة مارك الإسبانيا أن الوافد الجديد على عارل أسود الأطلس ونجمة الميرينجية بصم على مستوى كبير مع ريال مضري الإسباني أشارت الصحيفة الإسبانيا إلى أن إبراهيم دياز يتمتع بموهبة فطرية تسمح له بمراوغة الخصوم بسهولة مثيرة شددت المصادر نفسها على أن الطينة اللاعبة المغربية نادرة في عالم كرة القدم مؤكد أن قدرات دياز تقنية كبيرة ومميزة وأكدت صحيفة الإسبانيا أن دياز يلعب دورا حاسما في تشكيلة ريال مضريد مضيف أنه يعتبر القطع الأكثر إفادة في المباريات الدول الإسباني وواصلت أن إبراهيم دياز يستحق المزيد من وقت اللعب كما يقول عن شلوتي مع 12 هدفا و7 تميلات حاسما حتى الآن فهو رابع أكثر لعبين حسما في الفريق بعد جود بنينجهام وفيليزيو الجينيور ورودريكو ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر